حياكم الله أعزائي المستمعين والمستمعات تبقى ويبقى هاجس العمل هنا في إسطنبول حديث كل شخص سواء حديث العهد هنا في إسطنبول أم هو موجود منذ فترة لا بأس بها من الزمن الحديث كله يتمحور بأنه يا إما ساعات عمل طويلة وبالتالي أنا مستنفز بكل قواي وبكل طاقتي في هذا العمل والعائد غير مجدي أو أنه والله أنا ممكن يكون صحيح لعمل لكن بعد المسافات ولا أستطيع بسبب طول ساعات العمل أو بسبب العمل الآخر المرهق أني أعمل فيه والأخير وبالنتيجة الحاصلة بأنه ربما العائد يكون غير كافي سؤالنا اليوم اللي حيكون وحابين نحن أنه نناقشه بعد ذفتنا في الاستوديو الدكتورة توليب مصطفى أخصائية أعفوا اختصاصية تطوير كوادر بشرية أنه العمل بوظيفتين ما هي سلبياته وما هي إيجابياته وهل ممكن أصلا تحقيقه هنا في إسطنبول هياك الله دكتورة وإهلا ومرحبا الصباح الخير أستاذ بيلة الله أعطيك العافية يا رب صباح الخير مستمعين أذكره الله أعطيك العافية يا رب يعني بالأصل العمل في وظيفتين هو شيء محبّد ولا لا بغض النظر عن الظروف الموجودة العمل بوظيفتين دائما بيأخذ إيجابيات وسلبيات جميل إله واجهين دائما للعمل بوظيفتين إما أنت تكون عم تعمل بوظيفتين من أجل أنك أنت تحسن وتطور دخلك مادي وهي أغلب الأشخاص صحيح نحن نعمل من أجل ذلك يعني أو لا أنت بتكون مفروضة عليك عمل معين ولكن أنت بتلاقي حالك وبتوجد حالك بعمل تاني فهيدا العمل أيها جميل تمام فبإمكانك أنت بهل الأثناء أنك تجمع بوظيفتين نعم يعني أنا عمل مفروض عليه لأنه بيوفر لي دخل مادي معين نعم كفي احتياجاتي وفي عمل آخر أجد نفسي فيه جميل يعني مو العمل الآخر بقصد أنه والله أنا محتاجه وإنما هو هذا العمل الذي بيخليني إليك بمعنى آخر أبدع وبيحفزني أني إبقى بالعمل الأول يعطيني الباور أني أنا ظل بهذا العمل الأول وظل أنا مبسوط فيه أكيد بهذه الطريقة لكن إذا أردنا أن نخصص الحالة الأسطنبولية دكتورا صح التعذير هنا تمام المعظم لما عبدو يشتغل شغل تاني المعظم هو من أجل تحسين موضوع الدخل لكن يعني من وجهة نظرك من وجهة نظر تطوير كوادر بشرية حالة إسطنبول هل تسمح بأنه بالفعل واحد إما يركز على وظيفة واحدة ويتمكن فيها ويبدع فيها وبالتالي ما فيه داعي يروح للوظيفة التانية أم أنه لا إسطنبول هي أصلا أرض للفرص حرام حتى لو أنت مبدع بوظيفتك لابد أنك تستثمر وتروح تشتغل وظيفة تانية هلأ أستاذ بيلال المعروف عن إسطنبول أنه هي أرض للفرص وفيها كثير فرص لك كافة الجنسيات العربية لإثبات وجودهم أو إثبات خلينا نقول العمل الوظيفة ولكن الفكرة هل هي أنت مرتبط بكادر عمل بساعات طويرة يعني نحن نعرف إسطنبول نحن مانا غريبين عن إسطنبول أنه إسطنبول عندك وقت كتير طويل حتى أنت بشكل أو بآخر تكون بوظيفة وتكون دائما أنت من شروط أنك تنقبل بوظيفة أنك تدوام دوام طويل ولكن في نقطة نحن دائما نشتغل عليها أو نحن بتطوير الكوادر البشرية بمؤسساتنا دائما نشتغل عليها أنه نحن دائما قديش أنت بتقدر تكون عندك طاقة أنك تعمل عملين بقى عن واحد هلأ تختلف هذا الموضوع من شخص إلى آخر يعني حضرتك استاذ بيلال ممكن تكون على الحوقة وممكن تقدر تبعث إيميل بكل بساطة أشخاص آخرين محتمل إذا إجاء التليفون هو عم بيبعث إيميل يعمل مية خطأ يتكركب فأدي أنت بتقدر بشكل أو بآخر تقدر تقوم بهاي الأعمال بعملين بآن واحد دون أن تتأثر يعني نحن دائما من نحن وأطفال بناخد بالرياضيات شيء اسمه عملية التقاطع يمكن إذا بتتذكر أحضرتك نحن دائما منقول بتطوير الكوادر الوظيفية أنه الوظيفة بشكل أو بآخر بتأثر بالموظف وبتعطيه وبتأخد منه أيها كل وظيفة كل وظيفة بتأخد منك بنفس القدر اللي أنت بتعطيه نعم تفضلي سوري لو أنت بدك تكون مبدع بشغلك أنت بإمكانك تكون مبدع بعملين أو أكتر ولكن دائما بيشتغل عنا شيء اسمه تايم منجمد اللي هي تنظيم مقتك أيها هي يمكن هي محور محور حديث أنه إمتى بتتحول تنتقل من الحالة الإيجابية للحالة السلبية أو بالعكس بقضية تنظيم الوقت لكن ربما الشخص لما نقوله نحن عمل آخر عم يتخيل أنه هو أني أنا روح بشكل فيزيائي أذهب إلى مكان آخر ورح أقوم بجهد بدني آخر في عبء آخر عبء وبالتالي هو إرهاق لإلي تمام لكن هل شرط أنه دائما لما نحكي نحن وظيفة أخرى أو وظيفة ثانية هي متعلقة بهذا شو صور وظيفة ثانية اللي هي ممكن أنه ما تكون عبء وتكون أنا مرتاح فيها مثلا كإسطنبول كفرصة نعمل نحن بإستطنبول من داوم مثلا 12 ساعة بإمكانك أنت إذا كنت مثلا شخص كتير في نحن عنا شي اسمه هيبات اللغات في أشخاص كتير وأثبتوا وجودهم كتير الشباب والصبايا العرب أنه هن تعلموا اللغة التركية وتعلموا عدة لغات نعم طيب في كتير شركات بحاجة مثلا لمترجم المترجم ما لازم يكون ينتقل من مكان لمكان ليترجم نص مؤين أو شي صحيح طيب هلأ هيدا المترجم فيك أنت بإضافة لعملك أنه أنت شوية تنظيم وقت تقدر تشتغل مع شركك مترجم بالنسبة لأي لغة أنت تطقنك حتى مو شرط أنه ممكن ينبعت لك نص الترجم وأنته بالبيت تضبطه تبعت لهم ياه تمام طيب أنا خليم بس ذكر سادة المجتمعين بأرقام هواتفنا 0-35-02-3-4-15 وأيضا 0-35-02-3-4-16 اللي عنده أي سؤال حول هذا الموضوع حول العمل إجابيات سلبيات وظيفتين يستثمر وجود الدكتورة معنا لكن الدكتورة لما أنت أشرت إلى نقطة هامة والتي هي تنظيم الوقت بعد مرور الوقت والواحد عم يشتغل بوظيفتين سواء بنمط انتقال من مكان إلى آخر أو بنمط العمل اللي أنت تفضلت فيه المترجم أو حتى الآن المصممين اللي ممكن يكونوا بالبيوت موجودة أو حملات السوشال ميديا حملات السوشال ميديا قاعد لكن هذا يعني إلو تأثير سلبي بغض النظر إذا التايم مانجمت ما كان معمول بشكل شو أهم الأشياء اللي أنتو يعني من خلال عملكم مع الكواد البشرية شايفينا أنه إلى تأثيرات سلبية قاتلة نحن دائما بنشتغل بمؤسسات مؤسسات اليورو يونيفيرسيتي واليورو ماتيك للتطوير البشري أنه نحن دائما بنشتغل على علم شي ناخده نحن للموظفين بالذات كورسات بتخص علم الفصل ما هو علم الفصل أنه أنت تقدر تفصل بين أي عمل تقوم به وعمل آخر خليني قول حتى بتقدر تفصل بين مشاكلك الشخصية وعملك يعني مجرد ما دخلت لباب مكتبك أنت بتنسى أي شخصية يعني في طريقة أنه الواحد إذا فاتع باب المكتب ينسى المشاكل برة مشاكل الإقامة وكملك ومشاكل هذا ويشتغل طبعا لأنه أنت دائما عم توصل لمرحلة أنت ما بصار وجودك بس لأداء العمل هلأ أي شخص فينا بيطلعك اليوم الصباح من مكتبه بيداون بمكتبه بيمتهد قومه بيدكرته بيرجع بس قدي أنت البسمة طبعا أنت شلون بتكون موظف سبيشال وتكون موظف كتير بروفيشينال بشغلك أيوه أنه أنت تتعلم هيدا علم الفصل يا سلام تترك أنت بين خلينا نحنا نطبع على الموضوع اللي نحنا اليوم عم نطرحه هو بين الوظيفتين شلون أنت تترك الوظيفة الأولى بكل سلبياتة وإيجابياتها بالمكان تبعها وتنتقل الوظيفة التانية رائع جميل بيهيومن ريسوس يعني بموارد بشارية بمود آخر بيهيو ياربي شخصية جديدة بشي تاني تماما طبعا هذا الشيء يعني إذا تم تحقيقه وبالذات إذا كانت الوظيفة التانية أو الأولى أو إحداهما يعني هي الشغف للإنسان صح فهو لما يطلع ويحقق هذا الفصل اللي أنت حضرتك تفبلت فيه يدخل بالوظيفة التانية راح أصيب بالنسبة له متعة أكثر من أنه أنا عبق علي وإني عم أتعب يعني يستعذب العذاب فيها مهيك دكتورة وأحد الكورسات اللي نحن كمان منقوم فيه أنه إذا فرد عمل عليك حتى لو كان هذا العمل سيء شلون إنت تستمتع فيه طيب هو هون نقطة مهمة ربما الواحد يعني بالذات اللي جايين من مثلا من بلاد العربية ما كان بتعود على نمط العمل هون بيتورك طبعا على جو يعني مثلا كان الواحد لما بدشتغل وظيفتين بصراحة كان هو أصلا يطلع الساعة التسعة وخلص ساعتين تاني يروح يرتاح بالبيت بالبيت ساعتين تلات طبعا يطلع بعد العصر يطلع يعني إنه شيء بالمتناول الآن ما في هذا الشيء طيب فكرة هاي الأشياء أنتوا مع متواجهوها مع الناس إنه إثناء استشاراتكم وعملكم مع الكوادر إنه يا أخي أصلا دوبنا نحنا نطلع من وظيفة واحدة والله يكتر خيرنا إذا عم نقدر ننجزها هل في معوقات بالفعل متعلقة بالتفكير أكثر من إنه في قدرة يعني عم نضوع الفرص بسبب طريقة تفكير طبعا هلا أنت دائما في في موضوع نحنا منشتغل عليه أنه دائما أنت وقت بتكون أنا تعبان 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 بعض ساعة ساعتين بتلاقي عن جد راسك وجعك هي هي كان تصير طبعا هي هي تهيئة نفسية قبل ما أي عمل أنت بدك تقوم فيه في شيء اسمه تهيئة نفسية نعم تهيئة نفسية تجي من العقل الباطني بالحق التهيئة البدنية أنت وقت بتقول أنا أوكي أنا اليوم حاسس راسي واجراني بس أنا حأخذ مثلا حتين منه دول بعد ساعة حكون تمام خلاص أنت حاولت تتأقلم حتى لو كان عن جد راسك عام يوجعك يعني أنه حاولت تتأقلم جميل خلينا أخذ هذا الاتصال معنا بشار حياك الله يا بشار مرحبا سيد بيليل يا هلو مرحبا الله أويك يا رب شكرا لك لضيفك كريم إياك الله سيدي كريم يا هلو مرحبا تفضل نحن حب أن نسأل أنه يعني نحن اليوم عبدالهم الساعة ثمين الساعة ثمين بس يعني ما عب نحتن أمن أنه فرصة عمل تانية في مثل يعني كثير من الشباب يعني ما بارف أنه ما عب نحتن نطلع في شي جديد هون في طنبول يعني محسوا مني في شي مستحيل طيب جميل فإذا ساعات الدوام الطويلة اللي هي متل ما تفضلت تكاد تصل إلى 12 ساعة والواحد عنده رغبة أنه يشتغل شغل تاني لكن ما عرف شلون بده يبدأ هي هون سؤالك نحن بدنا شي الدكتورة أنه نوغلنا على شي تمام جميل شكرا شكرا أنا إليك أخي بشار الله عفيك يا رب يعني سؤال الأخ بشار عم يقول أنه في رغبة بالعمل تاني لك ما عرف كيف يبدأ يعني كيف يستكشف أنه هو استطيع أن يعمل عمل آخر كيف يستكشف أنه في فرص بهذا الشي النقطة الأولانية دايما بلو لحب الشار أنه أن تشوف المهارات تبعك أنت المهارات تبعك عن شو بتوقف توقف على الشغل اللي أنت عم تقوم فيه ولا لأ عندك مهارات إضافية أو حاكف عندك طاقة إضافية يمكن توظفها بوظيفة أخرى هي الطاقة هي اللي بتقدر أنت تخليك تعمل الوظيفة تانية أما أنت إذا كنت عم حاطف ببعلك فكرة أنه أنا عم داوم من التنتين لثماني فمعنى أنت أنا حرجع مرهق حرجع تعبان حرجع حرجع فأنت بالفعل حترجع تعبان هيا دوب مثلا تاخد الوجبة طبعاك يعني دوب ترتاح حتما عم ترجع للروتين تاني يوم كمان يوم العطلة حتقضي كله نوم أنت ما حتعمل شي بينما أنت إذا عم تدور على أكيد فرصة تانية للعمل دا كتدور أول نقطة على المهارات أيوة أنا هو بتركز أنه الواحد مثلا كيف يعرف أنه يعني كيف يعرف أنه عنده مهارة والسوق محتاجة وممكن تفتح له باب للوظيفة تانية سوق اسطنبول مفتوح كل شخص بيقدر مثلا يقول للآخرين أنا بعرف وبعرف بس ما بيقدر يكذب على حاله يعني أنا مثلا بيقول لك أنا بعرف عشرين لغة بس أنا بيني وبين حالي بعرف تماما أي لغة بقدر تقنى من اللغة الأخرى فبالتالي كل شخص بيعرف مهاراته الشخص هو الوحيد اللي بيقدر يقيم مهاراته أسحك تفكر أنه بيقدر إنسان يقيم مهاراتك قد ما أنت تقدر تقيم حتى يقال بأنه البعض استثمر هواياته صح يعني هو بتاعي عم يشتغل وفي منهم يبقى مشتغل بمعمل هو ترى بيطبخ تمام فبيستثمر هاي الأمور بشكل رائع وبالتالي بيصير العمل طبعه بيتقن هاي دي المهارات هلا نحنا من أحد الكورسات اللي منقوم فيه أنه نحنا نقدر المدير أو الكادر الإداري شلون يطلق هاي دي المهارات حلو فخلص أنا بحاول أني أنا طلع هاي دي المكنونات حتى حطه بمكان بيطلع أداءه أعلى من الموقع اللي هو جميل جميل جدا يعني نحنا إذا طلقنا دكتورة تليب من أنه كل شخص تعبد هو أن يعرف مكان من القوة الموجودة عنده يقدر يضع أولوياته فيها وين أنا ممكن نوجهها شو الساعات اللي ممكن أن يعمل حتى لو بدأ بعمل هواية بشغف مو عمل تاني إلى أن تصبح بعد مرور فترة ذات ركيزة أساسية من خلال يستطيع أنه ينطلق ويحقق وسمحان الله يمكن هي البداية الموفقة لأيلوته أنا اجتمعت كثير بحالات في سوق إسطنبول عن شباب عندهم كثير إمكانيات عندهم كثير مهارات بس ما صمحت لهم الفرصة بدون إيراد عم يشتغلون مثلا بورشات خياتة أو وشات عمل مع أنه هنين تخرجين شهادات لفترة معينة لحتى هنين تمكنوا من العمل أتقنوا اللغة أتقنوا جو العمل وبالتالي فتحت أبواب لأيلون دكتورة طريب مصطفى اختصاصية تطوير الكوادر البشرية أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإضاءة وعلى هذه النصائح حياك الله أعزائي المستمعين والمستمعات في نهاية حلقة برنامج صباحك هي دعوة مفتوحة لنا لكل شخص بأن يكتشف مهاراته ومواطن القوة وأيضا الضعف فيه وبعد ذلك ينطلق يجد أن الفرص متاحة ومتاحة بشكل أكبر مما يتخيل على أن نلقاكم غدا دمتم في معية الله كان معكم بلال صالح بأن سابع عشقا سيت وجبر وخبز محمى صباح بطعم جديد لدينا لكم فيه ما تشتغونا وأكثر